وخلال جولته بمحافظة المين يتفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقه محطة مياه العدوى والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية وعشر مدبولي لأن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في مشروعات حياة كريمة خاصة في قطاع مشروعات مياه الشربة وذلك من خلال العملية على تحسين جودة ونوعية المياه وتوسع في إنشاء محطات وشبكات المياه بمختلف محافظات الجمهورية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا